موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ترتبط هذه الآية الكريمة بالأشرة ويتناول جانب من الجوانب ذات العلاقة بالأشرة ينقطع نحن عندنا الفرد أول ما ينشأ يبدأ يتعامل مع الأشرة الأشرة تمثل للمجتمع الأشرة هي عبارة عن الأم والأب وإذا بعد ذلك شاروا لأخوة أيضا يتفعل معهم يرضى ينشأ معهم في موضوع الأشرة يوم موضوع جدا مهم هذه الآية أكو بها ثلاث آراء ستكون إن شاء الله موضع حديثنا الرائع الأول يتعلق بقضية نعيشها كأنه أكو في التقسيمات عد الفقهاء أو بالأحرى عد المفكرين يقولون أن الفقه قش مين قشم من الفقه نعيشة فقه حي وقشم من الفقه يقول فقه صحيح هو يعني قد يجي إلى موجب يجي إلى موضوع لكن على الأكثر يعتبر فقه فعلا مو حي شلون يعني مثل يش يعني مثلا أفرض البير الآن في مناطقنا لما نرجع إلى الأحكام الشرعية أن البير إذا وقعت فيها مثلا نجاسة شمد لي منزحون من عدها يا الله تنظف مثلا هذا ما أصبح موضوع إلى وجود يعني الحمد لله ما يغوايها ونعم من الله أولا كبير وهالمشكلة مثلا ما هو وجودة نبه لي أكو من هالنوع قضايا ذني يعني نادر له الموضوع نقدر نسميه فقه جانبي لكن أكو فقه حي نعيشه يومية مثل يش مثل هاي المشألة السياسة إن شاء الله تمر علينا المال والبنون جينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات كأن إحنا شنو قريقتنا الآن بالتعامل مع الأولاد الآية يقول أن الناش بالنشبة للأولاد الذكور يعدوهم جينة والأموال يعدوها جينة لكن بالنشبة للبنات لا ما يعدوها الجينة البنت ما يعتبروها جينة إذا يجاء ولد يعتبر الولد جينة الحياة الدنيا يفخر به يعتج به لكنه في موضوع البنت لا يفخر ولا يعتج وربما يتكدر وربما يرتب آثار كثيرة وربما يخلق لمشكلة بالأشرة من أجل هذا جين هذه الآية تقول المال والبنون جينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا شلون تشرح لك الروايات الجاية تشرح لك هذا المعنى الروايات الجاية شنو أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يقولون أن البنين الذكور نعمة والنعمة يسأل عنها الإنسان نعيم والنعيم يسأل عنه والآية تقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم النعيم يسأل عنه أما البنات فحسنات والحسنات يثاب عليها المر نبهلي الحسنات يثاب عليها وشلون شوكت يثاب عليها يثاب عليها إذا أرجعنا للروايات نبهلي للروايات الروايات يقول من كانت عنده بنت فأذبها وأحسن تأذيبها وعلمها فأحسن تعليمها وأشبغ عليها من النعم التي أشبغها الله عليه كانت له سترا من النار نبهلي شوي إذا كانت عنده بنت خذبها وعلمها وأشبغ ما بخل عليها أشبغ عليها من نعمة الله عز وجل يقول هاي تكون له سترا من النار شوكت نبهلي بش خلي نرجع إلى الروايات إلى صدر الحديث النبوي هالحديث النبوي أدبها فأحسن تأذيبها وعلمها فأحسن تعليمها كأنه عدنا تعليم بدون تأذيب وكعدنا لا تعليم مع أدب التعليم بدون تأذيب شنو درشها وحصلت شهادة لكن مثلا ما دعد يشرف أن هذه البنت إحنا مسلمين وإحنا في محيط مثلا إسلامي محيط شرقي إسلامي وجائدا عربي أحيانا فاشتجتمع العقيدة والتقاليد والمجاج الشرقي ومع ذلك هذا مثلا ما كلف نفسه يوم من الأيام تقولها للبنت بابا أنت مخل راح تتعلمين وهذا التعليم راح أيضا تأخذين ثمرك والثمر مالك قد تكون وظيفة مثلا ما أشرف على ملابسها ملابسها محتشمة يولا ما أشرف على شلوكها شلوك متجن أم لا ما أشرف على أخلاقها أخلاق طيبة طاهرة أم لا منفلتة أم لا لازم يوم ومشألة علم بش العلم بدون آداب مثل شكينة تطيها للطفل أبو سنة يمكن يجرح بها نفسه يمكن يمزق بها معا العلم إذا ما اجتمع معه الخلق ما بفائدة صار معلم صار كارثة المهم التأديم والتربية خصوصا وإحنا قلت لك في قطر اجتماعية وقطر دينية وقطر أخلاقية هاي القطر كلها تحتمع لي أنا أن يكون أكو إشراف على التربية وأنا سمارد أقول بس على البنت لها حتى على الولاد لكن البنت أكثر ليش لأن جلت البنت تترتب عليها مصائب لا شمح الله إذا جلت تترتب عليها مصائب لا حدود له فهو يقول إذا ذن شواهن هدبها وعلمها جين وأكرمها يعني ما بخل عليها مو بش مثلا الولد يحضر مصرف كثير وهذه ما تنعط أفرض إلا لا بالعكش هذه قد تكون بحاجة أكثر أشبغ عليها من النعمة التي أشبغها الله عليه يقول إذا شود أني كانت البنت شترا له من النار تشتره من النار تكون دريئة بينه وبين النار طيب بعد إلى جانب هذا نشوف شنو الرواية التفت بالله ليه الرواية الواردة عن الرسول إن شاء الله الله عليه وآله يقول إن الله على الأنات أرق منه على الذكور وأيما رجل فرح امرأة بينه وبينها حرمة يعني بنته أخته زوجته أمه فرح امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة جدنا بهليش قد أكو عناية عناية جدا مشددة في تلافي النقص اللي دي خلق المحيط لأنه لا تنسى أن الإسلام أخذ بعين الاعتبار أن البنت تعيش في محيط هذا المحيط يتمنى لها الموت قال لا تنسى خلق أقرب لك السؤال معنا عقيل ابن علفة عقيل ابن علفة من رؤساء العرب وعقيل محترم وطبعا كانت الناس تتنادي يجون لي خطبون بناته أول واحد يجي لي كفو وأهل ويجي لي خطب منه وحده من بناته امتنع قالوا لي ليش قال إني وإن شيق إلي المهرو ألف وعبدان ودود عشر أحب أشهاري إلي القبر يقول أنا حتى لو يجيبوني ألف من الإبل أو ألف من الذهب ودودان من الإبل أو دود عشر عشر من الإبل وعبدان مع ذلك يقول أحب أشهاري إلي القبر البنت أنا أفضل أنا أدفنها ولا أزوجها هذا طبعا أنا ما جدت لقصة هذا يمثل تيار يعيش في حضارتنا هذا التيار اللي يصور نعمة صهر القبر هو نعمة صهر القبر مو معناه أنه الحية يجيبها يدقنها أو يحرمها من الحياة لا إرجبوا لأن المرأة إذا ما شترت بالدنيا يمكن يشترها القبر يمكن يشترها القبر لكن إذا الأب تصدى إلى شترها إذا الأسرة ربتها وهي ربت روحها لأن هي شلو النقص اللي عدا سيجينا خلال البحث ماكو عدا نقص عن الولد أبدا شلون بأي دليل بدليل أن الله عز وجل شاوى بينهما بالتكاليف شلون شاوى بالتكاليف يعني الآن أرجوك الصوم مو مفروض على الذكر والأنثى طب اثنين هم مكلفين الصلاة انا هم مكلفين بها الجكاة انا هم مكلفين بها الحاج انا هم مكلفين بها هذا إلى ذم مالية وهي إلى ذم مالية كل التكاليف إلا الأشياء اللي ترتبط بالفطرة أكو أشياء ترتبط بفطرتها هذه تحمل الحمل إلى أحكام لأن الولد ما يحمل ما إلى أحكام نبه لي هذه مثلاً يتمر عليها العادة الشهرية الولد ما عنده هذا العادة تمر عليها حتى يسير لحكم شرعي الأشياء اللي يلها علاقة بالفطرة طبعاً أكو تفريق شوية بالموضوع هذا التفريق بالموضوع ناتج من الاختلاف وين بالخواص النفسية والخواص الجسدية لأن طبعاً أكو خواص الله عز وجل ما يريد يبنيها للأسرة يبنيها من خواص متناسقة شنون يعني متناسقة؟ أشياء ما دي شون أخرب ذلك المعنى أكو بعض المصورين دولة اللي نسميهم فنانين هذا يناسق بين الألوان الألوان ينسق ما بيناتك بحيث يطل لوحة ألوان متناسقة متناغمة إلى أن تطلع اللوحة مبدعة كذلك الباري يريد تنسيقك في الأسرة شنون يعني؟ قطى المرأة عاطفة أكثر قطاها دفئ وحنان أكثر قطاها ذبذبة صوت ضعف ذبذبة صوت الرجل حتى يكون صوتها أرد قطاها مزايا جسدية قطاها على أي حال قضايا نفسية وجسدية ترتبط ليش؟ بكيانها باعتبارها هي التي تشيع الألق في داخل البيت هي التي تشيع الدفء العاطفي في داخل البيت وانطى الرجل بالعكس انطى الفحولة انطى الرجولة لأن الأسرة تريدها النوعين الأسرة تريدها النوعين وإلا في أصل المنشأ والخلقة ماكو اختلاف أبداً لو كانت المرأة أنقص من الرجل لكان الله عز وجل ما كلفها لأن الله لا يكلفه نفساً إلا وشعى إذا ما عدت تشاع نفسي للتكليف ما تكلف كلفها بنفس تكاليف الرجل إذن هي وهو من ناحية التكليف على حد إن شواء شو ظله إنه؟ إحنا بالمحيط نفرق بين البنت وبين الولد وهذا التفريق منين جاي؟ جاي من موارث اجتماعية وإلا ما إلى من شاء فقلائل أبداً سأخلي أروي لك واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه هذا على ما أذكر الحسين بن سعيد اللحمي هذا يقول دخلته على الإمام سلام الله عليه أو بالأخرى يقول كان واحد من أصحابنا دخل على الإمام وكانت زوج سباك اليوم جايبت لبنت ولدت له جارية فدخل واجم يعني متأثر من بين علية عدم الارتياح قال الإمام ما بالوقت ويقول خبر أول الإمام سلام الله عليه قال له له هذا يجدت بنت ومتأثر متشخط متشخط يعني مراضي بقضاء الله عز وجل تفت له الإمام قال له أنا لي إليك شؤال قال له شأل يا ابن رسول الله قال له لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار أنت لنفسك ش تجاول لو الله يوحي لك أني أنا يو أنا أختار لك بي وأنت تختار لنفسك ش رح تجاول قال له أختار ما اختاره الله عز وجل قال له إن الله قد يختار لك هذا الإختيار ما يجدك عفواً أي اختيار من الله الله عز وجل هو اللي كتب لك أن تأتيت جارية أنت تشخط قضاء الله قال له ما عاد الله قال للإمام بعد ألف تنظرك لشيء قال ما هو قال له أنت مر عليك قضية العالم اللي كان مع موسى ورأى غلاماً فقتله قال قتلت نفساً بغير حق وإلى أن تقول الآية فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً قال له تعرف بيش أبدلهم الله قال له لا شي دي قال له أبدلهما بجارية طلع من ذريتها شبعين نبي نعم قال له هذا الله عز وجل لما يختار للعبد شيء لتبعد تتشخط قضاء الله وقدره وأنا إجتني بنته ومنه قال لك أن هذه البنت اللي الله عز وجل رزقك إياها لو مضيك ولد رح يكون أحسن منها اش تعرف أنت الولد اللي رح يجيك منه نرجع للآية الآية الكريمة انصبت عليهم انصبت على أساس أن المال والبنون صحيح أن أنتوا تفتخرون بيهم تفتخرون بهذه الأموال وتفتخرون بالبنين وتتألمون من البنت إذا جاءت يقول لا البنت من الباقيات الصالحة التي يثاب عليها الإنشان إذا رباها الله عز وجل إذا شكب الرحمة على طفله يشكب عليه رحمة إذا رعاها يرعاه لأن هذه عاشت في حضارة الحضارة ما تحترمها الحضارة تحتخرها الحضارة تعتبرها كائن بغيض إلى النفس والحال أن هذا عين الظلم لأن شن الفرق كلاهما ريحانة الفؤاد ابنك وبنت شنو كلاهما منين من الصل ومن نفس المشاعر اللي تحمل للولد تحمل للبن ونفس الحجر اللي يربي الولد يربي البن وتبقى البنت في محيط كمحيطنا بحاجة إلى الرحمة والرأفة والرعاية أكثر ولذلك أنا ألفت نظرك لنقطة ترى أحياناً قد تلقي بعض البنات مسترجلات هذه ترى عملية ردة فعل شوي نبه ليش هنا؟ هي ضد المحيط ردة فعل هاي تشوف يقول ليش هذا المحيط يشيركز على احترام الذكر دون الأنت ليش؟ يعني شمينا؟ شنو نقصنا؟ فهي تلقاه تنفليت تتلبش لباش مثل الرجل في نفس الوقت تتقمش تجميز الولد ها؟ لا ايا هذا كلها عمليات هيخلقها المجتمع احنا غالباً نصنع الجريمة ونعاقب عليها هاي كلها وليد شنو؟ وليد ممارسة المجتمع لاحتقار الأنت واحترام الذكر مع العلم احنا لو نرجع الى الإحصائيات او بتعبير اخر لو نرجع للنماذج اللي يذكرها انه التاريخ واللي تعيشوا يانا اللي تعيشوا يانا واللي يذكرها انه التاريخ لو نرجع الى هالنماذج ما نلقفرت بلعب تشارجوك يعني حتى الان لما ترجع الى ام عمارة ام عمارة اللي وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله واخترطت سيفها وجعلت تقاتل واولادها مصرعوا بالمعركة وزوجها مصرع بالمعركة وتشيل قتلاها واللي يسألها شنون يش تقول له لا تسألني عني أنا يسألني قل لي عن رسول الله شنو جيني ومجين ها هاللون من النفس الكبيرة من الرجولة دني الآشيات الآشيات اللي كان يطلعا بالحرب ويقوما بدور الطبيب اللي ينزل الى شعة المعركة ويتعرضا الى النبال والى الشهام والى الشيوف المسلمات الاوائل اتأمل اول من اعلن الاسلام خديجة وعلي ابن ابي قال خديجة مو امرأة اول معذبة في شبيل الله ام عمار ابن ياشر سمية وهكذا تلقى عندنا لوانع في تاريخنا لدني شنو من المريخ لو من عندنا كل ما في الامر وحصلت على البيئة والتوفيق اثنين هنجتمعا الى وقطتها النتيجة فما يفرق بينما تلقى ناش من الرجال هم في قلب الاسلام وكانوا اضر على الاسلام من اعدائك اينا المسألة ما العلاقة بذكر وانتا فشوف الآية شتري تقول المال والبنون جينة الحتماء انتوا ذنين تفتخرون بهم تفتخرون بالولد وفعلا كانوا يفتخرون به بان وخصوص اذا كثر عددهم يعتبرون هذا ابو الكمل اذا صاروا عنده شبعة يشموه ابو الكمل وبعد اكثر من هذا يعني يفخرون به على رؤوش الاشهاد طيب اعود للموضوع هذا الرأي الاول المال والبنون جينة الحياة في الدنيا يعني يريد يقول اكو سنفيين هذا المال وهذا البنون انتم تفتخرون بها لكن ذنين ما بيهن ثواب لكن تربيتكم للبنت وتأديبها والعطف عليها هاي من الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا هذا الرأي الاول الرأي الثاني لا مو هذا الهدى ان معنى قوله تبارك وتعالى المال والبنون جينة في الحياة الدنيا بعض المفشرين يفهم من الآية يقول ان الاشلام يجي قسم ان الانسان ما ينبغي ان باش يسعى للآخرة ويترك الدنيا يعني الدنيا تريد عمل والآخرة تريد عمل هذا عمر ابن سيف الاشدي تقول ادخلت على الامام الصادق سلام الله عليه قال لي الامام الصادق يا هذا لا تترك الرزق من الحلال فانه عون لك على دينك واعقل راحلتك وتوكل شلون يعني شنو معنى هذا قل لي ترى لا تاخذك بعض التيارات اكو تيارات الان جيت انتشير ان الانشان مثل ما الله ضامن كاتب عليه يموت يعرف وصل للموت وصل للرزق فالانسان ينبغى ان يزهد بالحياة الحياة كلها يوم وينو من قضيها علي من يروح يتعب روحا هاي نظرية خطرة جدا خطرة الاشلام ويكافحها لانه الله عز وجل يريد من عندنا ان نعمر الاخرة وان نعمر الدنيا لان الدنيا عون على الاخرة فعلا عون على الاخرة ارجوك انا اذا اشتغلت وصارت عندي ثروة وهالثروة وظفتها في رعاية يتيم وظفتها في توفير علاج لمريض وظفتها في توفير تعليم وظفتها في الشتر على اسرتي وعلى مجتمعي طبعا هاي نعمة من النعم والانشان تكون يعمل اذا ما يعمل شون ينتهي الى التروة كيف ينتهي الى التروة اذا لم يعمل العمل لابد منه الامام سلام الله عليه يقول له هاي عون لك على دينك عون على دينك واكد لك عون مو بش عون على دينك عون على كرامته انت تصور هذا اذا ما اشتغل يعني صار عالى على الاخرين فديوم جماعة طبوا الى النبي صلى الله عليه وآله قالوا لي يا رسول الله فلان ابن فلان هذا خش ادمي رجل محترام رجل قلهم يعني قالوا لهذا يصوم بالنهار ويقوم الليل ومشغول بالعبادة الليل والنهار قالهم زين ايكم يكفيه طعامه وشرابه هذا اذا يشتغل الليل النهار بالنهار صايم وبالليل عبادة منين يأكل اكو عند يعني وارد عند شيء يصل الى قالوا لله يا رسول الله كلنا هذا يضطي شوية وهذا يضطي قلهم كلكم خير من لان هذا اللي ما يأكل من تعب ما يعرف الكرامة محلوم اذا ما يأكل من عرقة ما يعرف الكرامة فلاجم يأكل من عرقة لاجم يشتغل هذا لاجم يعمل انتم شنو معنى هذا خلي يحضر بلو القوتة يا الله بعد ذلك يروح للعبادة خلي هي قوتة ثم يروح بعد ذلك للعبادة ما في شك ان الانشان اذا تناول طعامه من يده من كد يده يشعر بكرامة يشعر بقيمة يشعر بوجود وتانيا ما يحصل عليه يكون عون له على دينه ولذلك يقول للامام اعقل راحل تكتم وتوكل شنو معنى يضرب له مثل يقول لا يكون مثل بعض الناس يجي هد ناقت ويقول انا توكلت على الله والله يحفظه الله يعاقب يقول لله انا اربط الاشباب بمشببات الدنيا بها حرامي والدنيا بها ضياع مور اشان اتهده للناقل وقلت انا توكلت على لا 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 اعقلها شدها يا الله توكل على الله على الاصول امورك المقدمات اضبطها واخذ النتائج اللي اراد الله عز وجل ترتيبها على المقدمات فلا تبعد تستعمل توكل قبله لا اكو توكل واعي مو توكل قبله فالامام سلام الله عليه يقول ان الدنيا الدنيا يردلها عمل والاخرة يردلها عمل المال والبنون زينة الحياة تحتاج وهن بالدنيا تحتاج تزوج حتى تطلعوها وتحتاج تشتغل حتى تحصل اموال لكن دني مو بش دني شغل منك الباقيات الصالحات ايضا لازم شغلك شنو هي الباقيات الصالحات كل عمل يقربك الى الله وكل قول يقربك الى الله كأنه اجمع بين عمل الدنيا وعمل الاخرة هذا الحسن ابن ابي حمزة الحسن ابن ابي حمزة يقول طلعت فاليوم وقت حار شديد الحرارة طلعت الى اطراف المدينة اكو بستان عدنة يقول المجاور الي اكو بستان للامام ابي الحسن السلام الله على الامام موسى ابن جعفر يقول صرت الى ذلك البستان لقيت الامام نازل وين بالارض رجلة راكسة بطين بالماء يجي يسقي هذا البستان وبيد بسحار ويتصبب العرق من وجه وجبينه يقول قفت ياما قلت يا ابن رسول الله اين ذهب الرجال عندك غلمان عندك رجال اولادك واهلك وين راحوا قل لي ويحك لقد عمل بالارض من هو خير مني ومن ابي عمل رسول الله وعمل علي بن ابي طالب وعمل الانبياء وعمل اوصياء الانبياء وما من نبي الا وعمل بيديه قل لي هذا العمل شرف خصوص الانشان اللي يعمل بيديه هذا شرف اذا كون يعمل بيده نرجع للرأي الثالث نبه لي شوي الرأي الثالث شنو الرأي الثالث يقول واحد من المفشرين ان هاي الاية قسمت الدنيا الى ما يبقى والى ما يثنى شلون يعني كأن الاية تريد تقول ان الولد رايح الولد يروح يعني الانشان يفارق لا شماح الله واحد هو عدل يروح من عنده ابنه اه او هو يروح عن ابنه هو يفارق ابنه واكو اكو كل واحد يعني يظل ابنه كل ما يقدر ابنه يوصل الى القبر اذا وفي شوية يبعد لفت ساعة على قبر يهيل عليه الترو يبشيل شوية فعل ويرجع اكو رايح ها فهو لازم يفارق الولد منتهي رايح والمال هم منتهي ويقول حاتم ابن عبد الله الطائع اماوي ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر هذا المال يمر على اليدين قد يمر عليها سبحا ويلهب عنها عشرا وقد يمر اليوم وبكرة يروح اذا هذا كله منتهي المال والبنون اذا في اطار الدنيا والدنيا كلها منتهية اش قد تبقى الدنيا مهما تصورها مهما يريد يكون عمرها طويل نتيجتها يوم تبدل الارض غير الارض والشماوات وبرزوا لله الواحد القهر ايجي النداء لمن الملك اليوم فلا يجيبه احدا الملك لله الواحد القهر اذا الدنيا في طريقها الى النهاية والانشان ما عنده من اموال وما عنده من اولاد هذه جينة الحياة الدنيا لكن الباقيات شنو اللي ما يرحن شنو هنا الباقيات والصالحات شي يقول التاريخ وبعض المفشرين يقول صهيب الرومي وسلمان المحمدي بعد وعمار ابن ياسر وخباب ابن ذول فقراء الصحابة فقراء الصحابة رضوان الله عليهم يقول ذول كانوا يقعدون بالمسجد يشوفون الدنيا عند بعض الناس مغذقة عليهم هم شي يشوون يقول يقرؤون هالتشبيح هذا المعروف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول هذي باقيات صالحات يعني ما يريد يقول أنه عنده شغل وهو ما يروح يشتغل ويوقع على ذني لا يريد يقول أنه إذا أخرج قوته اتجه مثل ما اشتغل وأخرج قوته اشتغل بما ينفع الآفرة بما يصلح الدنيا وما يصلح الآفرة خلينا نرجع نقول بالإمكان أن يكون الولد من الباقيات الصالحات أو نعم بطريعة الحال حتما وممكن الولد إذا أحسن تربيته إذا أحسن توجيهه وكان ولدا صالحا كان من الباقيات الصالحة لأن أولا هذا من بعد أبوه شنو هو من بعد أبوه السمعة الكريمة من بعد أبوه الدعاء من بعد أبوه العمل أكو بعض الأبناء مذخرة ما في شك مذخرة ويقول واحد من شعرائنا يقول قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان فكم أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان يتأمل لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله مذخرة لعجنان فإذن الولد قد يكون هو العمل الصالح ما هو وكيد إذا كان ولدا صالحا إذا رباه الأب فأحسن تربيته لأن الولد ريحانا وما في شك أن الأب يحرص ما أتصور أكو أبو ما يحرص على أن يكون ابن نموذج مشرق لكن واحد تتشع له وسائل التربية واحد لا والله عند شوية إهمال واحد ما يقدر هالحالة وإلا كل أبو ينجع كل أبو ينجع إلى أن يكون ابن نموذج مثالي ولذلك إذا تلقى شوف إذا الأبو يمكن أن يحشد حتى أخوه لكن ابن ما يحشده مهما يترقى ابن ما يحشده بالعكس يحب من أعماقه لا يحشد ولده ليش لأن الولد جزء منه كيانة كيانة الولد يعني أنا عندما أشوف ابني أشوف امتدادي طبيعي إذا أشوف ولدي الولد امتدادي روحي إذن أنا ابني إذا ترقى أنا ترقيت فالولد إذن هو من الباقيات الصالحات وخصوص إذا جمع المزايا جه إحنا الليلة أمام حادثة من هذا أو أمام شيء من هذا النوع الحسين سلام الله عليه منه عنده أكبر أولاده حسين عنده أكبر أولاده على كثير من الروايات علي الأكبر على كثير من الروايات ها تقول أنه في حدود الخمسة وعشرين سنة ورواية تقول لا تسعة عشر سنة على العلم علي الأكبر الحسين الحسين سلام الله عليه تزوج أمه وأم من الميوتات اللي جمعت مزايا الكرامة والسمو والشمائل اللي ينشدها الأب عادة بالبيت الكريم لأن أم ليلة بنت أبي مرة ابن عروة ابن مشعود الثقفي عروة أحد شادات الإسلام الأربعة ذول أربعة شادات الإسلام اعتبروهم وشادات للعرب أيضا كانوا من شادات الإسلام ومن شادات العرب ومن جملتهم هذا عروة اللي يعبر عننا النبي يقول إن مثل عروة عند الله كمثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوا عروة هو أحد العظيمين أم منهم أم ليلة هذه بنت أبي مرة من أمها ميمونة بنت أبو شفية ولذلك علي الأكبر عندما نزل للمعرة نزل للشاخة واحد اتقدم له من الجيش قال له احنا ما نقاتلك انت ابن أختي الخليفة احنا نرعى حرمتك وقربك قال لعلي الأكبر حرمة رسول الله أخرى بأن ترعى أنا ابن رسول الله أنا ابن الحسين ما يعنيني أن أمي تتصل بهؤلاء نعم علي الأكبر كان يتمتع بمجايا الواقع بعضها من منح الشماء وبعضها من تربيةها البيت الكريم لأن وين ترعرع هو ترعرع في البيت اللي هو مهد للنبوة شب طال حسين من الصفات الحسين الطاه الصفة الشهادة اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برج إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقة لاحظ؟ خلق الصورة المشرقة اللي كانت لأشارير الرسول اللي عبر عنها حسان خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هذه الصورة الجسدية بعد خلقا وخلقا أخلاق الرسول الكريم عن طريق الوراثة وعن طريق التربية انتقلت إلى هذا الصبي خلقا وخلقا ومنطقة كان إذا تكلم أعرب عن صوت رسول الله أعرب عن حديث رسول الله لهذا كل المؤرخين يقولون كانوا أهل البيت إذا اشتاقوا إلى رؤية النبي يجون وين يتحلقون دائر ما دائر علي الأكبر يرون فيه الشمائل يرون فيه الشماء كانوا يدنون إله يأنشون بالدنو إليه ولهذا مصرع علي الأكبر أخذ أثرا من الحشين لم يأخذه مصرع آخر وهذا أعتقد كل المؤرخين يشيرون إليه ما رأي عليك أنت ترى الحشين ما وصل عندنا خبر بأن بالمعركة وقع وقع على واحد من الشهداء لا لا كان ينزل يجي رابط الجاش قوي الشكيمة بمنتهى العجيمة ينزل يما يأبنه يقعد يما قد تدمع وعينه لكن يوصل الأمر شو دلتفت لي للتعبير يقولون دولا مؤرخة يقولون علي الأكبر لما أطاح أصاح عليك مني السلام أبا عبد الله يقولون أقبل الحسين ملئ عينان الفرس كان لما صار إلى جانب علي الأكبر شقطت رجله من الركاب وشقط جمام فرشه من يده بعد ما يقدر يمشيك جمام الفرش وهو وطاح على ابنه وقع عليه احتضن قال ابني علي قتل الله قوما قتلوا ما أجرأهم على الرحمة وعلى انتهاك حرمة جدك رجول الله ثم احتضن قال ابني علي على الدنيا على الدنيا بعدك العفا شنو اللي صارها من بعد هذا الاحتضان شو الدبت للعبارة الثانية يقول واحد من المؤرخين يقول وضع يده تحت عنق علي الأكبر وامتد إلى جانبه بالمعركة تمددوا يا بالشاحة واحتواه بشاعده إلى صدره جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره يا كوكبا ما اكيام اقصر عمره وكذا تكون كواكب أولا شحاري أبويا من شمع وحيا أماك ونينك من شبحات العمد الموت ما نقل الحسين ما قدر هو ينقل صاح لبني هاشم قال يحملوا أخاكم والله لا طاقة لي على حمله حملوه إلى المخيم ورجله يا خطان الأرض قعد عندي وشيا مغمض العين ابدأ ما شبح بترب الخدين متواصل طبر والراشن الصحن اشتركوا في القناة